تقوم السائلة أول فكأنما صامت جارة كلها فإذا بقي على المرأة أيام من رمضان بسبب أنها لا تصلي إذا بقي عليها فإن كانت تستطيع أن تصوم هذه الأيام وأن تصوم السيء في رمضان فذلك أمر ضيء لأنه لا يشترك أن تكون السيء بعد الغيب مباشرة لأن بالعديد كما سنعتم من صام رمضان ثم أسبعه ستا من شوال فكأنما صامت جارة كلها يعني الإجابة أنها تكون من أول شوال لأن من شوال يجوز أن تكون من أول شهر ويجوز أن تكون من وزقة ويجوز أن تكون من عامل ويجوز أن تكون متتابعات ويجوز أن تكون متذرقات هذه السيء أما القضاء فوقته موزة تقول عليها رضي الله تعالى عنها قالت ما كنا ما كنت أقضي إلا ذي شحبان أي الأيام لتكونوا عليها ما يجعبك لها تباوى إلا ذي شحبان تشغل برسول الله صلى الله عليه وعلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم فوقتها موزة ولا هذا إن شاء الله إذا لم تستطع أن تصوم هذه الأيام أيام السك ومع عليها هي شوال أن تبدأ للسك التي ربتها مضيب أما الضبع فوقته موزة كما سمع ترجمة نانسي قنقر